اخواني اخواتي السلام عليكم اليوم ان شاء الله تعالى ساتكلم عن كيفية ابطار السحر يعني شخص اذا لقى شي سحر في دار ديالو بحال يعني شي حاجة معقودة او شي كتاب او يعني شي حاجة مرشوشة نتكلم عن طريقة ديال العمل معها كين بزاف ديال الناس اللي كي يقوموا باني اخذ السحر وحرقي مباشرة او قطعي مباشرة او رميه في مكان فيعني قد يكون السحر لن يبطل بحسب الطابع التي ركب بها السحر او تبقى طابعي المسحور فيعني السحر اول شي بنقوم باذا كان مكتوبا او يعني شي حاجة مكتوبة نقوم بمحولها في الماء ثم بعدها نقوم بقطعها ثم بحرقها اذا كانت معقودة نقوم بحل عقد اول شي نحن بحل عقد يعني عقد في خيطة او عقد في شي نقوم بحل عقد او قطعها اذا كانت معقودة جيدا نقوم بقطعها ثم نقوم بوضعها في الماء ثم نقوم بحرقها اذا كان في القفل نقوم باخذ القفل وكسره او حله ثم وضعه في الماء ثم رميه في النار هذه هي طريقة لتوصلنا اليها لفك وحل الاسحار بجميع انواعها اذا كانت مرشوشة نقوم برش الماء المرقي ثم نقوم باتباعه بالملح والشبي والشيح والريحان والورد وورق الصدر وغير ذلك من الاعشاب المستعملة اللي ذكرناهم في ابتال السحر المرشوش في فيديو سابق يعني هذا كوشي اخواني اخواتي والسلام عليكم الى حلقة اخرى شاركوا الفيديو اتعم الفائدة ولكم الوجر ترجمة نانسي قنقر